التفاصيل الكاملة والكواليس الكاملة عن سداد محمود عبد المنعم كهرباء لغرامة نادي الزمالك اليوم في حضور الكابت محمود الخطيب ومحامي كهرباء رسول أشرف عبد عزيز وحسين لبيب وفي حضور الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمال والمكان والزمان أما المكان فكان في بنك مصر فرع كورنيش النيل وأما الزمال فقد بدأت الأحداث من التاسعة صباحا والدخول من الأبواب الخلفية وفي السرية تم واللي حاطت مش عارف بيسموه ايه على دماغه واللي مش ببين وشه واللي لابس كمامة وحكاية ورواية واكتمع الجميع وحضر أيضا تفاصيل السيناريو المحمد بيك الاتريبي رئيس مجلس إدارة بنك مصر لإنهاء هذه الأزمة ووضع كل اللمسات الأخيرة عليه صل على الحبيب قلبك يطير موضوع محمود عبد مليم كارابة الغرامة هي بالزبط يا بيه لحظة واحدة أقولها لك بالدولار كام بالدولار اتنين مليون ربعمية واثناشر ألف دولار امسك الحسابة يا بيه امسك الحسابة يا بيه قال أن يا رفاقيل امسك الحسابة ويحسب وقل الرقم بالمصر اضربهم في تلاتين في تلاتة تسعين في تلاتة تسعين أو تلاتين تسعين ماشي وحولهم بالمصر هذا هو المبلغ الذي دخل خزين اتنات الزماني كتاب الفلوس كانت فين يا اسطورة الفلوس كانت في حساب الحج عبد المنعم والد محمود كارابة مش في حساب كارابة ثم نقلت الحساب كارابة بزرار مش أقولك بقى في حساب أختي كارابة لا في حساب ايه يقول الحساب الحج عبد المنعم ماشي البنت لسه متجوزها يا ربنا يسعدها ويفرحها بقى ويهد سرها ويرزقها الزرية الصالح وكلر بقى النهاردة مفترض يدلع كارابة بعد الخطة لأن خطت رواءان البال يا بيه خطت رواءان البال يا بيه طب الخطوة دي جات ازاي بس خلية الاول بعد يقولك جات ازاي ماشي فيبقى تنين مليون ربعمائة واثنشر الف دولار في تلاتين تسعين في حساب البنك كان الفلوس في حساب والده ويجب ان حد تاني من النادي الاهلي شخصية ما اعتبره زي ما تعتبره يوقع ما على التحويل تم التحويل على كارابة وبضغطة زر انتقل المبلغ الى حساب نادي الزمال حضر مع محمود عبد المنعم كارابة بجانب محاميه الجهبس 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 اللي كان راكب الكحل بتاعته براكم في الشرع الجانبي وبعدين قالوا انت فين قالوا ما انا فين ايه خلوا كل المحامين هنا انا عاوز واحد بس معايا ونخش جوه يا ابني دخلنا من الباب الخلف يا ابني خلينا نخلص الفيلم ده كان عارف من امبارح هذا السيناريو وهذه التفاصيل ولكنه لم يفسح عنها لاقرب المقربين منه كما كان يعلم ايضا صديق الحقالي والحبيب الدكتور كمال شعب وما قال ليش اللي جسح مرتضى ودلوقت بيحل ازمة محمود عبد المنعم كارابة تم تحويل الفلوس في الحساب كان حاضرا الكابتن محمود الخطيب هذه الحركة وهذا التحرك يا دل على عظمة النادي الاهلي وعظمة مسئوليه وقفوا مقدمتهم كابتن محمود الخطيب ليه كابتن محمود الخطيب رايح كابتن محمود الخطيب رايح عشان محمود عبد المنعم كهرباء لعيب مهم لعيب مؤسس وعاوز دراحة البال عشان كل الناس تفهم مكانة كهرباء عند النادي الاهل ومكانة كهرباء عند جمهور النادي الاهل وعظمة النادي الاهل في شراء من يشتريه وفي حماية من يشتريه وفي تدعيم من يشتري النادي الاهل عشان كده لما الكبير بيغلط بيتقرس ودنه لكن النهاردة الخطيب الخطيب اللي جاي من حي الاشجار لحد ايه او صاحب قدر ومثبت اموره والموضوع في سرية تم عشان يعمل ايه عشان يحل ازمة لعب عنده عشان يحل ازمة لعب عنده عشان يحل ازمة لعب عشان يفوقه وعشان في نفس الوقت يشارك مع الكبتن حسين اللبيب المحترم جدا في حل هزي الازم حسابك في البنك ايه يا بيه ايه تلاتين تسعين اتحطوا في الحساب يا بيه اتحطوا في حسابك بالمصر ليه بقى نقوله روح نشير السودة واحد هنشجع السودة طب حسين اللبيب عمل كده لقد دولار بينزل وفي نفس الوقت خد الفلوس كاملة بالفوايد برضو بقى حل وسط خد الفلوس كاملة بالفوايد طب لحد نص مايو ما كانش فيه جالسة وكانوا لسه علي العباس وقشف عبد عزيزة هيقودوا يسوفوا فيها ست سنين فيها كده زي اللي حصل مع شيكبالة وزي اللي الزمالك بيعملوا مع خالد بطيب حكمه بتعليل جازة نعمل وتعد تسوف وتعمل طب احنا عاوزين بجد يبقى فيه شيء محترم وعلاقة محترمة بين الناديين اكفع يا عم حضر التفاصيل كابتن محمود الخطيب ومندوب من النادي الاهلي يعني مش هقول اسمه والاستاذ اشرف عبد عزيز وحضر محمد بيل اتريبي ومدير الفرع اللي موجود والكابتن حسين لبيب والدكتور احمد شعب واحمد يحية وكيل محمود عبد المنعم كهرباء لازدال الستارة عن هذا الموضوع نهائيا وتم دفع الغرامة وتحولها لحساب نادي الزمالك وحصلها محمود عبد المنعم كهرباء على مخالصة بكل شيء ترسل للفيفا الملف ده تقفل للابد طب كهرباء حازز بالظلم والقه وبتزوير اتنين مسؤولين في التحاضر المنزل كرد القدم وخلفوا ضميرهم ووسقوا العقد بالمخالفة لضمير اللي كان مرة عليه سنة ووسقوه كل الناس عارف طب ايه التحرك ده اللي خلى الدنيا تتحرك دلوقت اللي خلى الدنيا تتحرك دلوقت واحد مباراة نهائي كأس مصر تتقام في الرياض بإذن الله تعالى في تمانية مارس اتنين رغبة البلدين الشقيقين مصر والسعودية في ان الاجواق تبقى نقية وتبقى المباراة حتفالية كبيرة تدعم العلاقات بين البلدين الشقيقين تلاتة ويأتي في اقار تدعيم العلاقة بين البلدين الشقيقين اكبار الاتحاد المصري اللي جرت القدم على تعيين طاقم حكام اجنبي يتحمل تكلفته تركيا قال الشيخ وهيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية اربعة سيناريو بقى ان احنا نقول ده مش عارف فلالي وزي ما اكتلبوا حكام اجانب وبريد اقولك ده مصر كل ده هجس كل ده هجس الفرامان طلع طاقم حكام عالمي طاقم حكام عالمي فلوس كهرباء الجامعة تنازلها هو دفع ودفع وخلي بالك هقولك كلمة لله كهرباء بقاله كم سنة بلعب في الاهلي مدخلوش جنيه من النادي الالف جيبه اللهم ما قيل له زكاة كبنة وكفاءات متشاط كل الفلوس اللي خدها من الاهلي وكل العادة اللي عملها حطها في الغرامة بقول ده ليه لان ده تقدير الكابتن محمود الخطيب لشخص ده تقدير الكابتن محمود الخطيب لكهرباء لانه عارف انه اشترى الاهلي واللي خده من الاهلي دفعه في الغرامة ولقاله جاب له علانات عشان يدفع في الغرامة ليه بقولي الكلام ده عشان اقولك ان الخطيب ما بتحركش كده الخطيب اللي نازل بنفسه عشان يقف جنب كهرباء ويسد الغرامة هو نفسه الخطيب اللي عمل يتعرض لدغوط رهيبة عشان يرجع على رمضان ويقول لك لا ما رجعوش اللي باع الاهلي ما رجعوش هو ده الفرق يا جماعة هو ده القيمة العظيمة محمود الخطيب اللي بيتدخل عشان يحل ازمة الكهرباء وبينزل وبيجمع الفلوس هو نفسه الخطيب اللي بقول رمهان صبح اللي جاي ببالاش ده مش عاوزين لانه خان العهد والامانة والاتفاق فعشان كده تحرك الكابت محمود الخطيب لمين للدفاع وراحة بال لعيب عندك في الفرق لعيب عندك في الفرق وخلي بالك من الشخصيات العظيمة اللي عبت دورة مهمة في هذا الامر الاستاذ اشرف عبد عزيز محامي كهرباء اللي تعامل مع الموضوع بشكل سري حتى في مكتبه مكانش غير فيه واحد بس اللي يعرف التفاصيل من امبارع وايه بقى سرية شديدة كمال شعب بكلمه ولك انه يعرف حاجة عامل نفسه من بنا هو كمان ماشي عامي كمان طب كنت قولي كنت قولي كنت قولي التفاصيل كنت قولي تطلع قولها من امبارع كده يا عامي كمال يخونك العيش والفطير طب هوا رمضان جاي ماشي عامي كمان ماشي عامي كمان ماشي عامي كمان طي الزمالك دلوقتي اعلن حصوله على الغرامة وانتهاء هذا الملف للابد وانتهاء هذا السيناريو بالسيناريو ده لازم نقول فيه حاجة مهمة محمود عب منعم كهرباء لما بيغلط بنقوله انت غلطان بس في اللحظة دي لازم نقول ان لمحمود عب منعم كهرباء كلمة دي الجمهور الاهل والمرسيل كولر والكل الدنيا يلعب للاهل ببلاس يلعب للاهل ببلاس لم يحصل على مليم من النادي الاهلي لم يحصل على مليم من النادي الاهلي كل اللي حصل عليه هو حب الجمهور كان يمكنه وقتها انه ينتقل لنادي بيرامنس وكان العرض ضعف عرض النادي الاهلي ضعف عرض النادي الاهلي لكنه اشترى النادي الاهلي اشترى النادي الاهلي وحارس على النادي الاهل ورفض بيع النادي الاهلي بالغالي والسمين فهنا انا بقول الكلام ده ما بقولوش كتير كهربا بغلط في المطشة اقول غلط لكن دلوقتي لازم اقولك ان كهربا بلعب ببلاس كهربا ما خدش جنيه من النادي الاهل حساب كهربا ما دخلوش جنيه دفع من جيبه للعب للنادي الاهل هو ده الامر اللي يجب ان يتعلمه كل من يرغب في ارتداء القميص الاحب وكل اللي حواليه متعاطفين معاه محامي اشرف عايز متعاطف معاه ووكيل احمد يحي متعاطف معاه كابتب محمود الخطيب شخصيا متعاطف معاه لعب بلعب ما بيقباطش من النادي ما خدش قرش من النادي ما خدش قرش من النادي كان يمكن انه يسوف لكن ما سوفش طب ما سوفش ليه لايك وشورو صليع الزين ودعي نفسك والولدين والغير وهو عتنسى تفعل الخير وتتبرع ل57 تلاتة سبعة وقمسين مستشفى سرطان الاطفال ايه بقى اللي خلى الدنيا تخليه يدفع قلتلك ماتش القمة الحاجة التانية بعض المسئولين المحترمين بعض المسئولين المحترمين والسياسيين طلباء من قطباي الكرة المصرية الاهل والزمالك في اطار بقى الحاجات الحلوة اللي بتحصل ننهي بقى ازمة كهرب عشان ما تبقاش لبانة لاببق اهشام ناص ولابق احمد سليمان ولابق المندول حسيني خلاص ايه في الملف قال لك مش هنقص خلاص احمد خد فلوس اجاي هجيب لك دولار من ايه معيش دولار بسعر البنك اهو خد سعر البنك ما انت لما بتعص فلوس بالدولار بتاخد من البنك بسعر الدولار هو مش بنك مصري لما بتحتاج دولار بديلك بسعر البنك كنادي اه كنادي زمالك ما فهاش مشكلة اروح يجي من السود السودة مش هجي من السود السود دفع وخلص دفع وخلص بعض الشخصيات المحترمة خدها بس كده خدها بس كده كهربا كان عنده نقص 17 مليون جنيه في سداف قيمة الغرامة وده اللي خلاه متوتر فيه الأيام الماضية ونجح وكابت المحمود الخطيب في استكمال هذا المبلغ نجح وكابت المحمود الخطيب في استكمال هذا المبلغ ماشي كهربا كان عرض على كابت المحمود الخطيب قبل صفر إلى كودفوار ووكيله أحمد يحيا أنه هم يعني يطلقوا عرض احتراف مقابل أنه عشان يسد الغرامة لا دلوقتي المبلغ ده وفروا معاه الكابت المحمود الخطيب وآخرين اللي دخل في هذا السيناريو ومهد لهذا الاتفاق وعقدوا جلسة حلوا بها هذا الأمر جملة وتفصيلا بناء على تعليمات من رجال الدولة المصرية اللي عايزين حالها من الهدوء والعلاقات الطيبة والمحترم اتنين قعدوا مع بعض هقول لك أسماءهم قول 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 يا عم قول المهندس خالد مرتجي وهاني بيرز أو هاني بيك بيرز رجل محترم ماشي لتنين لتنين هم اللي قعدوا وزبطوا كل حاجة وبعين دخلوا الكبار وتم دفع الغرامة ماشي وتم دفع الغرامة يبقى دفع الغرامة تمت اتنين مليون وكم اتنين مليون ربعمية واثناشر ألف دولار على سعر تلاتين جنيه وتسعين قرش تم السداد الغرامة بالجنيه المصر في فرع بانك مصر كورنيش النيل بالجيزة وبحضوري كابتن محمود الخطيب والكابتن حسين لبيب اللي دخلوا يعني لمؤاغذة كده من الداريين وأشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم كهربا وكمال شعيب والمستشار القانوني لنادي الزمال اعلى أبو اللهك يا غالي يكرمك رب العالمين ويرضع عنك ويرضيك مسألة كده فيها توازن خلي بالا انت دلوقت عملت خط 2 مليون ونص تقريبا في لعيب انت أصلا ما كنتش وصق عقده واتنين ما عندهمش دمير وصقوا العقل والله 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 الحاج عبد المنعم والد كهربا بيحزبن على هذا السناء بيحزبن عليهم ليل ونهروا في سجود وعمرهم ما يلاقوا خير والعمرهم ما يلاقوا قبول لأنهم ما ظلموا ابنه ها في 2 مليون دولار و412 ألف دولار ظلموه العقد كان باطل العقد كان باطل وصقوه وقال لك ناخد فلوس التوصيق من اين من الفلوس اللي جاي لزا مالك من الانتعاد الافريقيا اللي ما كانش جاد والعادي كان بقاله سنة لكن هنا الموضوع خلص السطرة نزلت على هذا الفيلم ماشي السطرة نزلت على هذا الفيلم يبقى نروح نلعب نهاء الكاس وإحنا بنا رايق نروح نلعب نهاء الكاس وإحنا مرتاحين العلاقات طيبة ومحترمة حسين بيل ابيب ومجلس إدارته يحضروا حفل تقبين الراحل العظيم الوزير العامري فاروق يوم 30 مارس ماشي والعلاقات أخوية وجميلة واللي يزعى لطق يموت